كل شيء في سبيل إيران رجالا وسلاحا وأموالا من يقدم هذا الثمن كله؟ إنهم ساسة العراق الجدد حيث الولاء لإيران فوق كل اعتبار حتى لو أدى ذلك إلى تقديم البلاد قربانا للصراع الأمريكي الإيراني الذي أخذ بالتصاعد عقب مصرع سليماني إث الغارة الأمريكية بشكل علني وصريح توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترام بفرض عقوبات غير مسبوقة على العراق إذا بدر منه شيء عدائي وذلك في نظر ترامب قرار البرلمان الأحد بإنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية التي وقعت مع واشنطن عام 2009 ترامب قال إذا طالب العراق برحيل القوات الأمريكية ولم يتم ذلك على أساس ودي وبشكل عدائي فسنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل مطلقا ستكون عقوبات إيران بجوارها شيئا صغيرة لافتا إلى أن بلاده تمتلك قاعدة عسكرية كبيرة لن ينسحب أي جندي أمريكي من العراق قبل دفع تكلفتها قرار البرلمان جاء ردا على الغارة الأمريكية التي أدت لقتل سليمان وأبو مهدي المهندس ما جعل الطبقة السياسية تقف في محور إيران بعد أن كانت على مر السنين الماضية تحاول جاهدة الموازنة بين إرضاء طهران وواشنطن التي يحملها الكثيرون مسؤولية ما جرى في العراق بعد أن أتت بحكامه الجدد العقوبات الاقتصادية التي لوح بها ترامب لقيت تأييدا من جانب باحثين ومتخصصين في الشأن الإيراني من أبرزهم مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات التي شددت على ضرورة زيادة الضغط الاقتصادي على حلفاء إيران في بغداد من خلال العقوبات أزمة أخرى تلوح في الأفق بعد التهديد الكبير من ترامب لا سيما أن العقوبات قد تودي بالوضع الاقتصادي المترد أصلا إلى الانهيار بالأخذ بنظر الاعتبار أن إيران استخدمت العراق منفذا من طوق العقوبات الأمريكية التي أفقرت الإيرانيين وبدأ شبحها قريبا من العراقيين